الموجة الثانية مرحبا يعني انتم تعرفوني ان انا قلت في الاستبداد ما لم يقوله مالك في الخمرة لا اريد ان ابدو متناقضا مع نفسي لكن خليني العب دور محامي الشيطان حتى نخلص من هذه القضية ما هو الفرق ما بين ليك وانيو وبن علي او مبارك او هذا المتثرة اللي عندنا يعني ليك وانيو مستبد يعني رجل مستبد باتامي معنى الكلمة انه لا حرية تعبير ولا حرية رأي وكل الناس في سنغافورة منضبطين والقانون مطبق باقصى الشدة لكن ليك وانيو صنع من سنغافورة التي كانت في الستينات يعني بلدة فقيرة قذرة مليانة بالفساد صنع منها قوة اقتصادية واجتماعية يعني اليوم سنغافورة يعني في قيمة الدول المتقدمة اذا نحن لا يمكن ان نقول ان تقدم سنغافورة كان نتيجة الديمقراطية وحقوق الانسان مثلا كان نتيجة استبداد طيب شو القصة هذه يعني كيف ما هو الفرق ما بين الاستبداد الموجود في سنغافورة والاستبداد الذي ابتلين به نحن قضية كلمة واحدة الفساد يعني ليك وانيو لما جاء اول شيء قال انه الفساد يعني يجب ان ينظف من فوق الى تحت مثل الدرج وبدأ في تنظيف الفساد في كل المرأة ثم يعني راهن على التعليم راهن على تكوين الانسان وفي اخر المطاف يعني لو ان اصبح حد سنغافورة اليوم ما هي عليه اذا اذا صح التعبير القضية الاساسية ليست في الاستبداد بقدر ما هي في الفساد لكن هنا تقولوني ثم تناقض في كلامك يعني من جهة انت تقول ان الفساد الاستبداد هو الشر المطلق ثم تقول انه والله في استبداد طيب هاتونا ليك وانيو وهنا نعود الى قصة المستبد العادل الموجودة في ثقافتنا العربية الاسلامية لكن هناك فرق انه احنا يعني الثقافة التي أنتجت ليك وانيو اللي هي ثقافة صينية ليست الثقافة العربية الاسلامية هذه ثقافة مبنية على العمل على اتقان العمل على الاقتصاد على الطاعة يعني على جملة من المرتكزات الثقافية التي تمكنت هذا الاستبداد أن يكون استبدادا في خدمة الشعب إحنا استبدادنا الذي ورثناه من ثقافتنا العربية الإسلامية مبني على الغنيمة منطق الغنيمة منطق الغزو منطق القبيلة منطق التفاخر منطق أنه يعني وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطحه الأوائل ومنطق إنما العاجز ومن لا يستبد يعني إحنا لسنا نفس الثقافة وبالتالي فإن كل مستبد يأتي عندنا حتى وإن بدأ مستبد عادل فإن كل يوم يزداد استبداده ويقل عدله وفي آخر المطاف يصبح مستبدا فاسدا هذه هي آلية إنتاج الفساد عندنا لا تحدثين عن عمرو الخطاب وعمرو العدل العزيز هذه استثناءات في تاريخنا وعلى كل حالهم لم يدوموا طويلا وواحد منهم قتل والآخر عمرو العدل العزيز وقالوا أنه أيضا سمم مما يدل على أنه في مجتمعاتنا هذا المستبد العادل لا يدوموا طويلا إذن القضية الأساسية في الاستبداد يعني هي الفساد يعني مش نوع الحكم بقدر ما هو أنه هذا النوع من الحكم الاستبداد هو مفسدة مطلقة وهذا الفساد يعني هو الذي يعني سيدمر بلداننا هذه الدكتاتورية الفاسدة هي التي دمرت بلداننا عبر جملة من الآليات التي يجب على الشباب مرة أخرى أن يعرفوا أنا أتوجه لكل المواطنين أريدوا أن يعني أن أنقل لهم هذه التجربة هذه الخبرة هذه يعني ما تعلمتم ما علمتني إليه الحياة ولكن أيضا أريد من الشباب أن يفهموا بالضبط هذه القصة حتى لا يعيدوا وهم قضية المستبد العادل لا يوجد في ثقافة ثقافتنا العربية الإسلامية لا يمكن أن تنتج إلا المستبد الفاسد للأسف الشديد يجب أن نعترف بهذا وبالتالي نحن يجب أن نحمي أنفسنا من أنفسنا يجب أن نحمي أنفسنا من أنفسنا يجب أن نفهم أن الآن وقت بناء المؤسسات والخلاص نهائيا من هذه المستبد الفاسد أو من المستبد حتى من المستبد العادل لأن إحنا شفنا مثلا عبد الناصر يمكن أن نقول أنه نصفه بأنه كان مستبدا عادل لم يكن فاسدا لكن ما الذي جرى يعني مع عبد الناصر هو أنه شيئا فشيئا الفساد ترعرع حواليه وأنتج منظومة التي أتت بالسادات ثم أدت بال يعني أدت بال بالليبرالية المتوحشة التي أدخلت مصر شيئا فشيئا في أزماتها المهم هو أن نفهم كيف يدمر الاستبداد الدولة وكيف يدمر المجتمع لأنه مرة أخرى قوى التخريب بالأساس هي قوى ناتجة عن التركيبة السياسية المجتمعية الثقافية أولا عندك قضية اختطاف المؤسسات الفساد أو الاستبداد الفاسد أول ما يبدأ فيه هو اختطاف المؤسسات المؤسسة الأمنية التي تصبح في خدمة خدمة يعني اللصوص وليست في خدمة المجتمع أن المؤسسة الأمنية اللي هي مفروض أنها تحمي المجتمع من اللصوص تصبح تحمي اللصوص من المجتمع وهذا اختطاف لدور المؤسسة الأمنية اختطاف لدور المؤسسة القضائية مؤسسة القضائية تحكم بالعدل فايدة بها تحكم بالظلم لإبقى اختطاف المؤسسة السياسية اختطاف المؤسسة الإعلامية والأهم من هذا كله اختطاف المؤسسة الاقتصادية أن المؤسسة الاقتصادية اللي هي مفروض فيها أنها تنتج الخيرات للشعب كامل تصبح تحت أمرة عائلة بن علي أو عائلة مبارك أو عائلة بشار الأسد أو عائلة صالح وتصبح المكنة الاقتصادية كلها مسخرة ومجهزة لخدمة هؤلاء الناس منطق الغنيمة المجتمع غنيمة السلطة ليست وظيفة مجتمعية يقوم بها شخص أو تقوم بها مؤسسة السلطة هي الفرصة التي نثب فيها على الغنيمة ونتوازع هذه الغنيمة بيننا حيث عندما تحول وجهة المؤسسات عندما تصبح هذه المؤسسات في خدمة الأشخاص وفي خدمة المصالح وليس في خدمة المجتمع فأنك تضرب هذا المجتمع في أهم جهتهم ثم يعني بعد اختطاف المؤسسات هناك تحويل وجهة القانون القانون في كل الدول في كل المجتمعات هو موجود لإيصال الحقوق إلى أصحابها في ظل الاستبداد القانون يصبح وسيلة منع الحقوق عن أصحابها ومعاقبة الذين يريدون المطالبة بهذه الحقوق أيضا الاستبداد أهم شيء بالنسبة له هو تزييف الوعي وتدنيس الوعي ومن ثم أهمية المكنة الإعلامية التي يستعملها لتزييف الوعي وتدنيس الوعي لأنه يظهر لهذا المجتمع أنه يعيش في بحبوحة من النعيم وأنه في بحبوحة من الاستقرار تزييف الوعي وهذا الوعي المزيف هو ضرورة من ضروريات بقاء الاستبداد بحيث في آخر المطاف تجد شعب سرقت منه مؤسساته الاقتصادية سرقت منه أو حولت وجهة مؤسساته الأمنية مؤسساته الاقتصادية مؤسساته الثقافية مؤسساته الإعلامية ثم هذا الشعب يعيش في وهم المطلق ويعيش في جو خيالي سريالي يحاول به النظام إخفاء ما يتعرض إليه من اعتداءات إذن مثل هذا المجتمع هو مجتمع موبو مجتمع مريض ليس له الأليات الضرورية لتحقيق أهداف الحياتية يعني بمؤسسة اقتصادية لا تشتغل بكيفية طبيعية بمؤسسة أمنية لا تشتغل بكيفية طبيعية بمؤسسة تعليمية ثقافية لا تشتغل بصفة طبيعية بطبيعة الحال هذا كله سيكون على حساب الناس على حساب المجتمع وهكذا شيئا فشيئا نصل إلى هذه المجتمعات المريضة بالاستبداد الاستبداد هو زي جرثومة تدخل إلى مجتمع تدمر يعني تدمر القلب تدمر الرياء هذا يدمر الجهاز القضاعي يدمر جهاز الإعلامي يدمر جهاز الأمني شيئا فشيئا هذا المجتمع ينهار ويصل إلى مرحلة الخراب التي تؤدي به إلى الانتفاضة وهي زي هذه الانتفاضة الثورات وعي المجتمع أنه ميت ميت ولهذا على الأقل يجب أن ينتفض ليحافظ على ما بقي له من حياة وإلا فأن هذه الجرثومة ستواصل قتله شيئا فشيئا هذا هو ما أردت أن أصل إليه تفكيك منظومة الاستبداد وفهم دور الفساد في هذه المنظومة كل هذه المعلومات سنكون بحاجة إليها عندما ندخل في مرحلة البناء أنا لا أريد أن أستسودوية النظرة أو المزاج ربما كما يخيل إليكم كل هذا التحليل مبني للتحضير على أنه كيف سنعيد البناء فوق كل هذا الخراب كيف سنبني مجتمعات لا تسمح بهذه الموبقات تنهي هذه الموبقات كما فعلت الكثير من الشعوب ونحن أيضا إن شاء الله سنكون من بين هذه الشعوب التي ستبني مؤسسات أخرى وستستعيد كل هذه المؤسسات المختطفة وستعيد بناء مجتمعات في خدمة الناس وليس في خدمة مجموعة من الأشخاص في الأخير أقول لكم ننتصر أو ننتصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة